تمكنت فرقة البياري من وضع حد لشبكة دولية تنشط في مجال اتجار غير شرعي بالمخدرات الصلبة كوكاين وكذا إحباط نقل وترويج كمية معتبرة من هذه السموم العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة تحصرت عليها الفرقة تفيد بوجود عصابة تنشط في مجال المتاجر بالمخدرات الصلبة كوكاين على مستوى نطاق اختصاصنا وبالتنصيق الجيد مع النيابة وتفعيل التتبع الميداني تم توقيف أحد البرونات ليتم مداهمة مسكنه حيث كللت مساعينها بحجز كمية معتبرة قاربت الربعمائة غرام من الكوكاين الخام تحمل علامة روليكس بالإضافة إلى عائدات الترويج ميزانين إلكترونين حساسين مع سلاح أبيض فيما يبقى البحث جيريا عن باقي أفراد العصابة الإجرامية من داخل وخارج الوطن ترجمة نانسي قنقر